من العاصمة الباكستانية إسلام أبادي ينضم إلينا مرسل الغد إسماعيل مطر إسماعيل ما هي أصداء زيارة رئيس الوزراء الباكستاني إلى كابل في الداخل الباكستاني حتى الآن نعم توجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى العاصمة الأفغانية كابل في زيارة رسمية التقى بها الرئيس الأفغاني أشرف غني وعددا من المسؤولين الأفغان الطرفان عقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا أكدا فيه على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدة نقاط أهم هذه النقاط العمل المشترك للحد من الهجمات الإرهابية في أفغانستان إضافة للتعاون الاستخباراتي بين البلدين الطرفان كذلك أكدا التزامهما وعزمهما اتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة الاستقرار في المنطقة بأسرها وفي أفغانستان بشكل أخص عمران خان أكد دعم بلاده لأفغانستان وقال بأن موقف باكستان ثابت بشأن استتباب الأمن في أفغانستان وأن موقف باكستان داعم لعملية السلام الأفغانية كما أشاد خان بمحادثات السلام التي تجري بين حركة طالبان الأفغانية والولايات المتحدة الأمريكية على الجانب الآخر كانت هناك لقاءات جمعة وزير الخارجية الباكستاني بنظيره الأفغاني في العاصمة كابل أكدا فيه على ضرورة وأهمية الحوار الأفغاني الأفغاني الداخلي لاستتباب الأمن في أفغانستان ووصول الأفغان فيما بينهم إلى حالة من الاستقرار الأمني خاصة مع اقتراب انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان كيف يرى المراقبون الوضع في أفغانستان بعد اقتراب هذا الانسحاب الذي تحدثت عنه والدور الباكستاني المرتقب المراقبون في باكستان حقيقة يرون بأن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان سيكون له بلا شك أثر على الداخل الأفغاني خاصة وأن حركة طالبان الأفغانية وهي القوى الأكبر والأهم في أفغانستان وهي التي قاتلت القوات الأجنبية التي دخلت إلى أفغانستان إلى أن أوصلتها إلى هذه المرحلة مرحلة الانسحاب من أفغانستان يرون بأن حركة طالبان التي لم تقبل حتى الآن المحادثات أو التفاوض مع الحكومة الأفغانية الموجودة في كابل هو أمر قد يسبب حالة من الزعزعة وعدم استتباب الأمن في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان ما قد يؤدي إلى اندلاع حرب أهلية بين الأفغان نفسهم يذكرون بذلك ما حدث بعد انسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان عام 1991 حين نشبت الحرب الأهلية بين الفرقاء الأفغان ما أدى إلى مقتل أعداد كبيرة جدا وتهجير أعداد كبيرة من أفغانستان إلى دول الجوار شكرا جزيلا لك إسماعيل مطر مراسل غد كنت معنا من العاصمة الباكستانية إسلام أباد اشتركوا في القناة